بسم الله الرحمن الرحيم في البداية رح بكل سادة وزراء خواتي أخوتي في هذا المجلس الموقف دعيت هذا الاجتماع حتى أخليكم بآخر تطورات الوضع كما عرفتم فقط تعرض منزل يوم أمس إلى هجوم جبان هجوم مباشر هذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان هذا العمل لا يعبر عن العراقيين ولا يعبر عن إرادة العراقيين بكل تأكيد بلدنا يمر بمحنة كبيرة ليس وليدة هذه الحكومة وإنما منذ عام 2003 والعراق يعاني ومر بظروف وتحديات هذه الحكومة لا تتحمل ظروف التي مر بها العراق مع كل هذا تحملنا المسؤولية وبدعم ومشاركة زملائي بمجلس وزراء وقبلنا التحدي وعملنا على تفكيك الإزمات كانت عندنا هناك إزمة اقتصادية خانقة نجحنا بجهودكم وبجهود الطيبين نعبر هذه الإزمة ونوفر لموان للعراق بعدما كان على حافة انهيار اقتصادي حقيقي ومن ثم تحديات وباء كورونا ومن ثم السياسات الخاضة بحكومات السابقة باعتماد المفرط على النفط على حساب تنويع مجالات الاقتصاد العراقي مع انهيار سعر النفط ووصول سعر النفط إلى صفر دولار نجحنا بعبور هذه الإزمة ونجحنا كذلك بالتهية لمطالب الشعب والمرجعين الرشيدة والكتل السياسية بالتأسيس ودعم انتخابات ووفرنا لمن الانتخابي والحمد لله وشكر مشاركة انتخابات وهناك فائزين وهناك معترضين على النتائج وهذا ليس من اختصاص الحكومة الحكومة عليها توفير الامن الانتخابي وتوفير الامن الاقتصاد وتوفير المال والدعم اللوجستي للمفوضية اما نتائج الانتخابات ليس من اختصاص الحكومة مع كل هذا عملنا بكل جد لمنع عراق النزلاق إلى حرب اقليمية كانت هناك تحديات صعبة مرت على العراق خلال هذه السنة نجحنا بكل هدوء وبكل صبر وبدعم من كافة الوزراء وزملائي الحكومة العراقية بالعبور إلى بر الأمان والحمد لله وشكر اقبرنا منطقة الخطورة لكن هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق هناك من يحاول يعبث بمستقبل العراق هم يريدون دولة عصابات ودولة فلتان أمني ونحن نبحث عن دولة تبني العراق وتبني مستقبل العراق وأبناء العراق وتحفظ قرامة العراقيين نحن نحترم الدولة ونؤمن كل شروط نجاح الدولة ونعمل بكل جد لخدمة العراقيين هذه الحكومة عملت منذ اليوم الأول لمتابعة جرائم أو الاحتداء على المتظاهرين السلميين وتابعت ملفات الاختيارات القذرة التي نالت بعض أبطالنا وشهداننا من العراقيين ومنذ اللحظة الأولى تابعنا هذه الملفات ونجحنا بالقاء القبض على مجموعات إرهابية إجرامية سفكت لدم العراقي بكل برود والآن بعض من حال إلى المحاكم ونال جزائه العادل والحمد لله وشكر سوف نستمر بمتابعة كل الملفات لن نتوقف في ملفات الفساد سوف نستمر وبكل قوة وكذلك سوف نستمر والبحث عن الجنات عن الجريمة النكراء التي قاموا بها يوم أمس باستهداف منزل رئيس وزراء سوف نبحث عن الجنات ونعرفهم جيدا نعرفهم جيدا نعرفهم جيدا وسوف نصل لكم بكل تأكيد كما سوف نصل إلى قتلة الشهيد نبراس ضابط المخابرات الذي اختالوه بدم بارد سوف نصل بالنهاية ولن نسكت عن ضي سوف نستمر بالعمل بكل قوة هذه الحكومة دورها التأسيس لوضع جديد في العراق ونجحت ببناء علاقات دولية للصالح عراق وابناء العراق نجحت لتقديم التصور لبناء اقتصاد العراق جديد فتحنا تحقيق بالأحداث التي حصلت الجمعة الماضية وسوف يكون التحقيق شفاف وسوف نعاقب كل الجنات من عمل على هذه الفوضى كما يكون من أي جهة جهة رسمية أو غير رسمية وإذا كان هناك من متورط بهذا الجرم سوف نعال جزاه العادل لا نفرق بينه متظاهر ومتظاهر على أساس مذهبي أو عرقي أو قومي العراقين كلهم سواسية أمام القانون ومام العد سوف لن نتخلى في البحث عن العدالة وتعويض أوائل الضحايا كانوا في حادث الجمعة الماضي أو في الحوادث القديمة أحب أكرر شكرا لكم جزيلا شكر شفت حجم التضامن الكبير اليوم في العالم مع العراق وليس مع مصطفى الكاظم مع العراق اللي عمره ستة آلاف سنة نحن هنا خدم لهذا الشعب جاءنا لكي نخدم ونحفظ قرامة العراقيين ولكن هناك من يحاول أن يعبث بحياة العراقيين ويخطف شبابنا من التعليم يخطفوا من مدارس تحت عناوين كاذبة نقول له لا سوف لن تنالوا من العراقيين عراقيين أحفاد حضارة وتاريخ عمر ستة آلاف سنة ونطلق الجريمة والمخدرات والتغليفها بعناوين معينة غير مقبولة سوف نستمر بالعمل من أجل العراق ومستقبل العراق وأتمنى أن هذا الحادثة التي حدثت الصباح هذا اليوم لا تنال من عزيمتنا في بناء المستقبل وكذلك أقول للجميع أصحاب النفوذ تحت أي عنوان اقتصادي سياسي تحت أي عنوان سوف نستمر بمحاربة الفساد سوف نستمر بمحاربة الفساد وأطلب أن لا يتدخل أحده يتوسط لمحاربة فاسد سنكون شفافين مع الشعب ومع الناس لنشرح لهم ظروف ما يحدث في العراق أملي كبير متفاعل في المستقبل هذه المحن مرتع العراقيين وأتمنى من التجارب المؤلمة التي ما رأينا في الماضي فيها أن نحولها عنصر وقصص نجاح التحديات هي تصنع البشر وتصنع حضارات وتصنع التاريخ وعليه يجب أن نعبر إلى المستقبل ما حصل الجمعة الماضي بكل تأكيد سوف نستمر بالبحث عن العدالة وإذا كان هناك خطر أو تقصير سوف يحاسب المغصرين كانوا في الدولة أو في المنسات الأمنية أو خارجها كل شخص يحاسب على أساس تقصيره وسوف نستمر بمتابعة كل من تورطه بإدم العراقي وسوف نحمل المال العراقي وسوف نستمر بصناعة أمل يليق بأطفالنا يليق بأحفالنا ويليق بتاريخ عراق أشكركم